الشوط الافتتاحي لهذه الأمسية الجهات جاهزة لانطلاقة الشوط الأول The Aero Fan Racing انطلق أول شوط الأمسية من مسافة 2200 متر للجهات الانتاج المحلي تصنيف من صفر إلى خمسين بمشاركة سبع من الجهات اللوكل بانطلاقة غزالية هي التي تقود سباق من البداية بينما تغيرت الأمور الآن لمصلحة بيتي أوفيسر مع الفارس صادق حميد هو اللي يتصدر سباق بينما غزالية تحتل المركز الثاني بمحادات السياج كولافرين بالكاب الأحمر في المركز الثالث هوب نوب في المركز الرابع بينما المركز الخامس هناك وورد ليدر المرشح الأول في المركز السادس وباراكودا في المركز السابع إذن هناك خطوة بخطوة غزالية مع الجواد أيضا ندينا بيتي أوفيسر مع الفارس صادق حميد إذن غزالية هي التي تقود السباق الآن بفارق طول عن بورد ليدر بينما المركز الثالث بيتي أوفيسر والمركز الرابع يأتينا كولافرين بالمرشح الثاني منحاز على المركز الثالث في الأسبوع الماضي في مسافة الألفين متر هوب نوب يأتينا خامسا بينما المرشح الأول ريتور في المركز السادس هنا باراكودا يتقدم للمركز الرابع بينما لازالت غزالية هي التي تقود السباق وهي المهرة الوحيدة في هذا الشوض المركز الثاني يتواجد كولافرين بمحادث السياج بينما ثالثا هناك الأيضا لدينا ريتورت إذن حتى الآن غزالية لا زالت هي التي تقود السباق بقيادة الفارس كارلوس أنريكي كولافرين الآن في المركز الثاني بينما هوب نوب ثالثا والمركز الرابع يأتينا وورد ليدر والمركز الخامس هناك ريتورت هنا الدخول في الخط المستقيم باتجاه خط النهاية ولا زالت غزالية هي التي تقود السباق المركز الثاني كولافريند والمركز الثالث هناك ريتورت المرشح الأول في هذا السباق إذن غزالية لا زالت تقود هذا السباق إنما المحاولات قادمة أيضا من قبل وورد ليدر مع عبد الرحيم جاسم ومن الجهة الأخرى هناك ريتورت إذن وورد ليدر وريتورت وغزالية من جانب السياج إذن هنا ثلاثية إذن غزالية وأيضا ريتورت غزالية وريتورت وهناك محاولات من قبل وورد ليدر فألا دخول ثنائي على خط النهاية إذن ننتظر نتيجة هذا الشوط من قبل فني الفوتو دخول ثنائي ما بين ريتورت وغزالية بانتظار نتيجة شوط الأول في دخول ثنائي ما بين ريتورت وغزالية ترجمة نانسي قنقر إليكم نتيجة الشوط الأول حيث أحرز المركز الأول ريتورت والفارس ريتشارد أوليفر وقد جاء في المركز الثاني وورد ليدر والفارس عبد الرحيم جاسم أما المركز الثالث فقد جاء به غزالية والفارس كارلوس أنريكي والمركز الرابع جاء به باركودا والفارس كيرون فوكس الثالث فقد جاء به باركودا والفارس عبد الرحيم جاسم الثالث فقد جاء به غزالية والفارس كارلوس أنريكي الثالث فقد جاء به باركودا كيرون فوكس الثالث هو الثالث هو جاء بالنسبة لفارس لايbak